أنا أصلاً متكلمة عشان أدافع عن شرين عشان أقول إنه حتى لو كده أهلها مينفعش تقولوا كده مينفعش الأم والأخ دول السكر وسند بدليل إنهم لحد النهاردة بيتكلموا هايش مامتها طلعت عياتت وقالت إنك بعتها عن نور ما عصالت ووالدك طلع قال إنه أنت بعتها عن أهلها عكريمك عن والدي يعني بحبه وبحترمه وأبويا وعلى راسي من فوق جزمته وعلى راسي ولكن هو نفسه اعترف لي إنه عمل كده غضباً من إنه قلت في المكالمة مع أستاذ عمر إنه أنا مريش علاقة قوية بأبويا أنا من الوان عندي 11 سنة مكنتش معايا ويتش سترو فهو أخد الكمة دي قوي على كرامته فطلع حاجمني هجوم فضيع ونسي إنه هو تدخل في علاقة مريوش علاقة بيها كان كل يوم بيكتب بوست كان بينتقم منك على نهاية؟ لا في الأول كان بينتقض شرين فلما كان بينتقض شرين كان الناس بتجتمني أنا بتفتكر إن أنا وهو عشان هو أبويا ده رأيينا في شرين أنا أقوزي بينتقم لا مش بينتقم أنا أقوزي بينتقم عشان قلت كده بيعاقبني مش هسمية بينتقم بيعاقبني عشان قلت كلمة أنت طلع تقول أنت عشان رأيك بابوك يعني تباري بابوك فأنا فهمت وقلت لأ وأنا مش جيت لك قبلها وأنا مش جيت لك قبلها وقلت لك بليز أنت تطلعش حاجة عن اللي بينتقم وليش تنتقضها؟ لأن ده في وشي أنا الناس فكرين ده رأيي ده يا رأيك فأقوزي من ده ما يحصلش تاني يوم حاصل كده منه فحسيت لك ده ما فيش أمل فده كان نوع من تبريئة زمتي أنا من رأيه أنه أنا عايزة أقول هو حر في رأيه بس ده مش رأيه فممكن أكون استخدمت المسترح الغلط ممكن أكون قلتها بطريقة أن أنا مليش علاقة كلمة كبيرة بس هي الحقيقة أنه أنا مثلا ما بدتش في بيت أبويا من وانا عندي 14-15 سنة هتنرد ولا يوم دع عليك تلع دع عليك علنانه دع دعوة صعب أوريكي بوست قبليها كتبه هو بيقول ابني ده ملاك وأنا بتعلم من أخلاقه أنت هو مين فيهم؟ هو مين أنت أقول لي هو البني آدم برافش حكي في غضب برده في غضبه ممكن يعمل تصرفات يندم عليها زي ما قلت لك الموقف بتاعه لما قلت لها لو سمعتش كلامك إيه ما هي حصل؟ الفكرة أنه الغضب لو دوسها للمرحلة دي بيخاي بقيم يعني يرتكب أخطاء ما يعرفش يرجع بيها في الزمن المسلحة بس أنا عشان أدفع عن نفسي هتطلع أكثر مدأ مهم جداً قدام الناس في أنه أنا بهاجم أبويا في الآخر أو بكدب أبويا في الآخر لأ أنا هحافظ عن مبدأ ده واستحمل أنا الإهانة أنا عندي من الحاجات ومن الزكاء أني أطلع أولي حاجات حقيقية ما فيش ولا حاجة كده هتطلع حاجة أنا ما نفسيش أنها تطلع لأنه أنا وطلعت في الآخر ده أبويا ده سنة لي مهما حصل مهما حصل حسام أنا شايفة قدامي ملاك خالص ملاك يعني والدك بيعمل كده وأنت ده والدي وده أقولك على حاجة وهستحمله طبعاً أبويا أطلع أنا كسر مبدأ أنه الإبن يقف لأبويا تحدى عشان يبرق نفسه وشرين أطلع للمراتي اللي جماعة اللي عادنا وكلنا وشربنا وعينا وسافرنا وأتمنى بعض على كل حاجة عشان لاحظت الجضب أطلع عشان الإيجو بتاعي طبعاً على الإيجو طيب القرامة وعزة النفس وإحترام أنا أنا لا شايفين فيه إحترام الزيت إحترام الزيت إحترام الزيت إزاي ممكن أرجع لشخص أهني أنا بحترم زيتي جداً بالمنظر ده بحترم زيتي قدام مين طبعاً أنت قدام الناس وقدام نفسك قدام نفسك قدام نفسك قدام نفسك أعرفت قصة الجوحة والحمار أه أعرفتها؟ أه قصة أنا مش بيها في حياتي كلنا عرفينها عمر بحد ذهير دعانك قلتك الحاجة ربنا الناس ما تبقيتش عليهم الحب بيغفر الإهانة لا 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 الحب بيغفر الإهانة لا 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 الحب يطبط على الكرامة بعد ما تجرحت لا لا لكن أحلى حاجة في الدنيا تعلمين أنت قدامك الذي قدامك إزاي سامح وأقول لك الحاجة تفينش غلط دائما كنت أقول لك دائما أنا بحبك أكتر من الزعل يعني إيه؟ يعني كرامتي ولا أنت؟ لا أنت دي الحقيقة لأي حد يخاف ويكسف يقولها